متعالوا ناخد أول سؤال النهاردة من الأستاذ محمد من الأليوبية وأستاذ محمد سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاي حضرتك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله أتفض أول حاجة أخوي اللي أنا أتاكد حديدة مش عاجبه الوظفة ووجهه السلام وابتنعي بحضرتك أنا مستامع كويس بقى عنيش ممكن تعالي صوتك شوية أستاذ محمد سمعني كده يا فندم أه سامع حضرتك للوقتي أه أخو حضرتك أخويا ناشي مقتنب من هزهر ده هيكتور جاء رسالة هو اطهر حضرتك بكلام حضرتك يا عمد تمام؟ طي ماشي حضرتك أوجهه الرسالة السؤال التاني أخويا سأل السؤال التاني أخويا بيشتر أمي بيسابقوا كده بلوطة وبيخدقوا ببيت رأي ويني كده بلوطة الشهر إيه رأي دين في الكلام ده يعني أخوك دلوقتي معلش خليني أسمع كويس أخوك بيشتم أمك؟ أه بيشتم أمي بيسابقوا الكلاب والقطة وبياخد أكل من البيت وينيه لكلاب في الشهر يينيه لكلاب والقطة في الشهر طيب أنا 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 طب و يعني هو بياخد آآ الأكل منها عندي فيها يعني ولا بيعمل إيه؟ لا عندما فيها طيب مش أنا هكلم حضرتك يا أستاذ محمد بص يا سيد محمد بص يا سيد محمد أنا هجاوب على السؤالين بتوع حضرتك السؤال الأولاني بص يا سيد في النحية العلمية لما حد لا يقبل المنهج العلمي ولا يقبل المؤسسات العلمية الكبرى ولا يقبل العلم يبقى الشخص دو صاحب هوا فليس هناك حد في العالم لا يقبل الأذر الشريف إلا شخص من أثنين إما جماعات التطرف أو شخص مضطرب نفسية وجماعات التطرف دولة هي جماعات التطرف اللاديني وجماعات التطرف الدين الاتنين فمحدش شفته في العالم بيكره ده أو ما بيقبلش ده إلا الاتنين دولة جماعات التطرف اللاديني وجماعات التطرف الديني الاتنين يعني جماعات التطرف بأشكالها الاتنين ونحية التانية الأشخاص غير متزينين نفسيا لأن هو عايز يبقى شخص منطلق واللي بيقولوا يبقى وبعضهم اللي أنا شفته اللي أنا شفته أنا قابلت مثلا دلوقتي أكتر من 21-22 مهدي يعني قابلت المهدي 22 مرة الناس اللي تدهي أن هم المهدي وقابلت مثلا الحاجة الجديدة أن أنا قابلت كمان رمزات العماد اللي هي لم يخلق مثلوها في البلاد يعني ليه بقى لأن هي حاجة ما حصلتش فده اضطراب نفسي معروف عند علماء النفس معروف عند أطباء النفسين ده اضطراب مشهور ويكاد يكون أن بعضهم في المجتمعات العربية ومجتمعات الإسلامية يكاد يكون نسموه هوس المهدي أن يبقى واحد عنده جزء من الضلالات أنا أسف جزء من الضلالات دي أنه هو المهدي أو أنه هو زي ما صاحبتنا دي قالت أن هي رمزات العماد فإذا الاضطراب ده موجود فإذا كان أخونا أنت شايفوا أنه هو مش متطرف يبقى لازم يروح يتعرض على الدكتور النفسي طيب إذا ما كانش محتاج للدكتور النفسي يبقى هو متطرف فأنا بكلم أخوك هل أنت يجوز في أي حاجة في العالم أن أنت تقيم حد من غير ما تعرفه هل أنت قرأت شيء عن مهنج الأزهر هل أنت تعرف أي حاجة عن الأزهر ولأنت تعرف الكلام اللي بيقوله المتطرفين عن الأزهر سواء المتطرفين دولا أو المتطرفين دولا فإذا كنت تعرف بس كلامهم المتطرفين عن الأزهر فأنت متطرف زيه لأن اللي بينطلق من كلام حد يبقى هو تبناه يبقى هو تبناه أما لو أنت عايز تسأل في مسائل أهلا وسهلا لكن ما ينفعش أن أنت تحكم على كيان علمي نفع المسلمين أكثر من ألف سنة وبعدين حضرتك جاية تقول إيه أني والله أنا مش مقتنع بي انت حق بس عدم اقتنعك بيه ده بيطعن فيه تاريخ الأمة دي كله تاريخ الأمة اللي دعم انت عارف يعني ايه مؤسسة تفضل مؤسسة تفضل لازم تدعم بالأولاد يعني الناس دعموا الأزهر بأولادهم دعموا الأزهر بأموالهم دهروا الأزهر بأجسادهم لما حموا سواء حموا في كل وقت فاللي أنا عايز أقولك أن الأزهر ليست ملكية لأحد الأزهر ده ملكي للأمة لأنه يعبر عن منهج الأمة المعتدل فإنت إذا كنت إنت رافض ده فأنا ببشرك أن إنت ممكن تكون أنا عارف ممكن تكون إنت بتسمع عني دلوقتي فأنا ببشرك أن إنت قد يكون عدم رضاك عن المنهج ده سبب التطرف وليس معنى ذلك أن إحنا لا نقبل النقد بس نقبل النقد في إطار العلم مش نقبل النقد في إطار السيولة اللي إحنا عايشين فيها دي ما يجيش واحد يقول والله أنتوا بتعمله بالأحاديث وأنتوا معرفش بتعظموا البخاري وبتخلوه كأن البخاري يوحى إليه أه لا أنت مش عارف حاجة خالص أنت مسكين خالص أو أن أنت تقول والله أنتوا مش منتبعين سنة رسول الله لأن سنة رسول الله هي الكتاب والسنة بالظاهر يبقى أنت برضو مش عارف رسول الله سواء أنت ده أو أنت ده أنت محتاجة تتعلم فالأحسن لك أن أنت تتبع رسول الله لم قال إنما شفاء العي السؤال اللي تعبان في قلبه أو اللي تعبان في رأسه يتعلم ويجي يتكلم لكن لا يا جوز الكلام قبل العلم عايز تتكلم تتعلم وقدمك يسيدي رحلة يعني أنت لو كنت شاب عندك 18 سنة مثلا لازم عندك رحلة لازم تتعلم فيها عارف ليه؟ لأن أنت لو تكلمت حضرت النبي قال إيه؟ قتلوهم قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال اتعلم وأهلا بيك شخصا منتقدا لكي ننتفع بفكرك يا الراشد لكن مش هنقدر نستقبلك وإنت بتقول لنا ضلالات لإن إحنا عندنا شغل كتير عندنا شغل كتير شغل كتير مش هيخلينا نتعرض بنقعد بقى للناس اللي هم قاعدين يتكلموا عن التاريخ ويتكلموا على معرأة مش هنقدر مش هنقدر كل دولة هنرد عليهم بنسبة 20% لكن 80% هنبني هنبني ليه؟ إحنا هو في حلقة يلا نبني عايزين نبني في أولادنا فانا بخاف ان الناس دولة اللي امه المتطرفين دول لحسن يكونوا شغالين مع حد تاني وهو عيابني تكون شغال مع حد تاني اوها تكون شغال مع الناس اللي مش عايزين الامة دي تتقدم اوها تكون شغال مع الناس اللي مش عايزين الناس يتمسكوا بأخلاقه فتقعد تعمل دوشة وتشويش وتخلى اخوك يعني مأهورة عليك كده مأخوك لما يتقهر المجتمع لما يتقهر المسلمين لما يتقهروا لان اولادهم عندهم مشاكل فاحنا مش هنسيب ان احنا نتقه احنا هنبني ولذلك يا ابني الازهر ده بنا بنا وعمر اكتر مما تتصور واقل حاجة روح اقرأ تاريخ الازهر في الف عام بس خالص مسألة سهلة فاقرأ وأوعدك لو قريد تعلم نتكلم لكن قبل ما تتكلم قبل ما تتعلم ما ينفعش تتكلم لان باب العلم قبل القول والعمل الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم انه لا اله الا الله تعلم ثم تتكلم وتوقع الرب العالمين فده شيء مهم جدا اه ويكفي ويكفي يا سيدي ان انت بسبب عدم التعلم بتكيد في امك وبتوجع قلب امك وقدر ربك الا تعبده الا اياه بالوالدين احسانا يا سيدي مش هينفع كده ايوها تعمل كده ده كده احنا يعني بنصحك بنصحك خليك مع نفسك كده واحتمال كبير ان يبقى احنا احنا محتاجين دعم نفسي واستشارة نفسية دعم نفسي واستشارة 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 نفسي